فيما يشبه السجال تصدى الأردن لمزاعم الاحتلال حول عروبة الأراضي الفلسطينية وأدان بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة بن يمين نتنياهو المسجد الأقصى المبارك الحرمة القدسية الشريف وفي بيان أمام مجلس الأمن حذر مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من دفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد نتيجة التبعات الخطيرة لإجراءة الاحتلال الأحادية المستهدفة فرض حقائق جديدة على الأرض مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات وانتهاك المقدسات وهدم المنازل وترض السكان من منازلهم وأشدد على أن اقتحام الأقصى وانتهاك حرمته يشكلان خطوة استفزازية مرفوضة ومدانة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولية والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها هذا ورفض السفير الأردني ما وصفها بأكاذيب وتضليل مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة الذي وصف الوحدة مع الضفة الغربية عام 1950 على أنه احتلال الأردن يشعر بقلق بالغ إزاء التوغل الذي قام به بنغفير وهذا عمل متطرف سيخلق حلقة جديدة من العنف وعلى مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بجدية وأن يضع حدا لهذا النوع من المحاولات والأردن يتحمل مسؤوليته ممثلا بجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية موسيقى